موسيقى ولسا مكملين معاكم من داخل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين والحقيقة ان احنا معانا دلوقتي دكتور اسامة عبد الرقوف الشازلي دكتور اسامة هو مش بس الكاتب وروائي انما كمان هو الحقيقة اعماله الادبية والروائية في طريقها لتحولها لاعمال درامية الحقيقة انه دكتور اسامة عنده رواية اوراق شمعون المصري ودي كمان من الروايات اللي هتتحول قريب جدا لعمل درامي شيق ان شاء الله وكمان رواية عهد دمي هنا اهلا بحضرتك اهلا يا استاذ رانيا وسعيد بوجودي في برنامج يحكى انا احنا اللي سعداء جدا بوجودنا معاكم في معرض وكل سنة وحضرتك طيب وانا عارفة انه هو قد ايه بيكون العيد اللي كل المثقفين والكتاب والأدباء والروائيين وحتى الاسر المصرية اللي اتعودت على الاراية وتعودت على حضورها المعرض دايما بتستنى طبعا يعني معرض الكتاب من وحنا صغيرين ده حدث ثقافي بيحصل كل سنة وعيد كلنا بتستنى اهل الوقت حتى لما كبرت وبقيت كاتب برضو انا ما زلت بستنى معرض الكتاب من السنة للسنة يعني فعليات جميلة بتحصل على هامش المعرض اصدارات جديدة وما شاء الله انا شايف السنة دي رغم كل شيء فيه اصدارات جديدة فيه كتاب جدد فيه فعليات وندوات كثيرة جدا فسعيد جدا بالحدث ده وقت